للوقوف على آخر تطورات متعلقة بالاستشارات النيابية في لبنان تنضم إلينا من بيروت مرسلاتنا دارين الحلوة مرحبا بك دارين إذن هل حسمت الكتل النيابية موقفها في هذا اليوم من تسمية رئيس جديد للحكومة؟ نعم ميشا حسمت الكتل النيابية في الساعات الماضية موقفها من تسمية رئيس للحكومة طبعا لا شخصية تنافس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الاستحقاق سيفوز ميقاتي بأغلبية هشة ربما لن ينال أكثر من 57 صوتا من 128 نائبا يفترض أن يسموا مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة طبعا هناك توجه لدى عدد كبير من الكتل السياسية بعدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لأن الجميع يعلم أن هذه الحكومة ستكون قصيرة العمر في حال نجح ميقاتي أو في حال نجح أي مرشح يفوز برئاسة الحكومة بتأليف هذه الحكومة لأن عمرها يفترض أن ينتهي مع نهاية ولاية رئيس عهد رئيس الجمهورية ميشيل عون في مطلع أكتوبر المقبل وهذا أمر يحتم على أن هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بالكثير من الإنجازات في حين أن المطلوب من الحكومة الكثير من التحقيقات والإجراءات والمواقف والقرارات المصيرية بالنسبة للبنان وهو أمر يشترطه المجتمع الدولي الذي ينتظر من لبنان تحقيق إصلاحات دقيقة جدا في عدد من القطاعات حتى يتمكن من مساعدة لبنان على تجاوز أزمته المالية والنقدية طبعا السيناريو المقترح أن يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليؤلف حكومة جديدة ربما لن ينجح في تأليف حكومة جديدة ربما تسهل بعض الكتل عليه هذه المهمة ويجري بعض التصحيحات في عدد من الوزارات يعني أن يتم اختيار عدد محدد من الوزارات بأن يقالوا ويعين مكانهم وزراء آخرين يمثلون ما عكسته نتائج الانتخابات النيابية السابقة من تبدلات في التوازنات السياسية وربما لن يتمكن من تحقيق هذا الأمر هذا الأمر متروك لمشاوراته مع الكتل النيابية التي يفترض أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل مبدئيا ولكن المشاورات الأساسية هي تلك التي تجري في الأرويق المغلقة والتي تشير إلى أن تحقيق حكومة جديدة أو تأليف حكومة جديدة هو أمر يكاد يكون شبه مستحيل شكرا جزيلا لك مراسلاتنا دارين الحلوة على كل هذه المعلومات والتفاصيل شكرا جزيلا لك